سعيد زميلة هاجر وصباحكم سعيد لكل متتبعي قناة النهار إذن كما عودناكم لا نزال دائما في قلب الحدث لنقون لكم تفاصيل يعني متتبعات الحادث يوم أمس الحادث كما ذكرت زميلة هاجر أدى إلى حالة وفاة وأكثر من 169 جريح نقل إلى المستشفيات يعني في الأمس لما تكلمنا مع مدير الصحة كان أشار إلى أن الجميع غادروا المستشفيات غير أن يعني بعد حوالي ساعة منتصف الليل تقريبا يعني وردتنا معلومات أنه كان هناك شخ امرأة أعيد نقلها إلى المستشفى بعد أن أكدت الفحوصات أنها مصابة بنزيف داخلي لكي تتلقى العلاج وإيقاف النزيف واليوم زميلة هاجر والساعات الأولى من الصباح تنقلنا إلى مكان الحادث كما تشاهدون خلف عمال شركة الوطنية لسكك الحديدية لم يتوقفوا عن العمل طيلة الليل من أجل إخلاء السكة الحديدية من بقايا القطارين زميلة هاجر كيف لاحظتم مسيرة أو سيرورة العمل هل هي بوتيرة عالية أم أن هناك بصفة عامة عملية الإخلاء وغيره نعم عملية الإخلاء كما ذكرت زميلة هاجر تتم منذ وقوع الحادث وانتهاء من إجلاء الضحايا بدأت مباشرة عملية إجلاء القطارين ربما المشكلة التي عطلها قليلا هو محاولة إنقاس الخسائر أو استرجاع القاطرات في حالة جيدة زميلة هاجر ما جعل رتم العمل ثقيل نوعا ما تم تقسيم القطار السريع إلى ثلاث أجزاء تم إجلاء النزع جزئين منهم ونقلهما إلى مكان آخر وبقي فقط الجزء الذي ترونه هنا على يميني يعني الجزئين لذان التحمى من جراء الحادث كما يتم في هذه الأثناء يعني فصل قاطرات القطار العادي الذي كان متوقفا وتلقى الصدمة يعني عملية الفصل تتم بدقة كما أشرت من أجل تقليل الأضرار ومحاولة استرجاع القاطرات سالمة زميلة هاجر على أقدر من أجل تقليل الأضرار كما قلت واسترجاعها قدر الإمكان بالطبع خاصة محمودي أنه يمين على هذا المجال يعني بأسكك الحديدية أشرت بأن لن تكون هناك أي توجه أو رحلات على القطار في هذه مدة معينة إلى حين يتم إصلاح السكة نعم حسب وطيرة العامل زميلة هاجر يمكن أن نقول أنها ربما الانقطاع سيدوم حتى ثلاث أيام ربما زميلة هاجر حسب يعني حتى بعد ما يتم تنحية كل بقايا القطارين أكيد رح يكون بعض الأعمال على السكة الحديدية أكيد رح يكون تفقدها إن تضررت أم لا لا يمكن المغامرة بترك قطارات أخرى تسير فوق السكة دون تفقدها ومعرفة إن لم تكن قد تضررت من الحادث زميلة هاجر كما أن الأصداء التي وصلتني من هنا أنهم ينتظرون في القاطرة الساحبة التي ستتمكن من سحب القطار بأب رأس القطار السريع لفصله عن القطار العادي زميلة هاجر ونحن الآن سنبقى هنا نوافيكم بكل تفاصيل زميلة هاجر في المشارات الأولى محمولي سؤال آخر فقط فيما يتعلق برد فعل المواطنين خاصة أن الكثير يستخدم القطار في الذهاب والإياب نحو بعض المناطق كيف سيتم؟ كيف لاحظوا ردد فعلهم؟ والحلول الممكن الاستنجاد بها؟ أكيد ردد فعل المواطنين زميلة هاجر ما رح تكون إلى التأسف خاصة أننا نعرف أنه حتى لما كان القطار شغال المواطنين كانوا يشتاقون من نقص للنقل من مشاكل في النقل من حركة المرور الاختناقات في حركة المرور يعني حتما توقف حركة القطار رح تزيد من معاناة بعض المواطنين خاصة لمكان عاملهم بعيد عن مسكنهم ولكن لإحقاص اليوم وبعد ما شاهدوا كل ما نقلناه عبر شاشة النهار تيفي يعني أكيد هما متوجهوش حتى التوجه نحو محطة القطار الناس متوجهدش يعني ولكن حتما حتى ولو راحوا الوسائل للنقل الأخرى من سيارات أجرى لما غيش في متناول الجميع أو وسائل للنقل الأخرى لنعرفوا نقصها الحفيلات نعم لنقصها لرح يكون اكتظاظ كبير زميلة هاجر وحتى هذه النقطة أكيد أننا سننقلها عبر تلفزيون النهار ورح نتنقل يعني الوسائل للنقل الأخرى حتى نشوف تأثير يعني توقف سكة الحديدية على وسائل النقل الأخرى وعلى المواطنين وسيروا رتنقلهم إلى مكان عملهم زميلة هاجر السورة أحمد محمودي موفا تلفزيون النهار إلى بودوا وبيبو مرداز جزيل شكرا على هذه التغطية اشتركوا في القناة